موسيقى تمت من قبل الإدارة المصرية في السنوات القليلة الماضية هل هي ماشية في الطريق المرسوم لها هل المواطن المصري في وقت من الوقات هيقدر يحس بشكل إيجابي من التطور الاقتصادي لو كان موجود يعني أسئلة كتيرة بتطرحها يعني العديد من الناس والناس عايزة تعرف إحنا وضعنا أي في الاقتصاد ورأي المنظمات العالمية في الاقتصاد المصري الحقيقة سعدني النهاردة يبقى معي دكتور محمد صبري محضر اقتصاد ومالية وحصلها دكتورة في الاقتصاد الدولي وسعدني جدا يبقى معي أستاذ محمد نجم الباحث ومحل الاقتصادي نبتدي أستاذ محمد قل لي إيه رأي حضرتك في الوضع الاقتصادي في مصر من خلال البحث يعني الأبحاث التي تتم والمؤتمرات الأخيرة وأراء المؤسسات الأجنبية عن ما يحدث في مصر يعني هو إحنا لما نيجي نقارن الوضع الاقتصادي اللي إحنا فيه في 2019 وإحنا في نهاية السنة بالوضع اللي كنا فيه في 2018 و2017 و2016 هنلاقي أن إحنا تجاوزنا مرحلة صعبة جدا إحنا كنا على شافة أزمة كبيرة جدا في أواخر 2016 لما كان عندنا سوقين سعر الصرف كما حالك تتذكر قبل تحرير الجنيه المصري كان عندنا مشاكل كبيرة جدا بدأ يظهر عندنا مشاكل في استيراد بعد السلع الأساسية للسلع الاستراتيجية بدأ يندنا مشاكل في استيراد الأدوية على سبيل المثال مشاكل في السكر مشاكل في السلع الأساسية زي الوقود والغاز كان فيه مشاكل كتيرة جدا جدا بسبب أن الاقتصاد أصابوا حلة من الشلل الكلام ده في 2015 و2016 اللي زادوا غطى أكتر على ده هو سقوط الطائرة الروسية في أواخر 2015 بالتحديد في نوفمبر وبالتالي موارد النقد الأجنبي من الدولة أصابها العطب كان عندنا موارد تتجاوز 150 مليار دولار موارد النقد الأجنبي انخفضت بشكل فادح السياحة نزلت من 11 مليار دولار في 2015 لأقل من 4 مليار دولار من تيجي تسقوط الطائرة نفس الأمر على تحويلات المصير في الخارج بسبب السوق السوداء واللي كان بيحصل برا في أسواق الخارج في المكان اللي كان فيه الجاليات المصرية وهي الأكثر تحويلا للدولار والعملة الصعبة بدأ فيه سوق السوداء والناس بتحول فانخفضت التحويلات المصريين من الخارج انخفضت بالتالي كمان موارد النقد الأجنبي كلها نفس الأمر على الاستثمار الأجنبي أصوى برضو بعض الانخفاض فبالتالي كان عندنا مشاكل كبيرة جدا النهاردة من قارن الوضع الاقتصادي مش بقارن الوضع الاقتصاد الفرد لا أتكلم الاقتصاد الكلي بشكل عام بالضبط أقمن بكتير فكرة الأمان أو صحة الاقتصاد نفسها أصبحت أفضل نحن تجاوزنا مرحلة الخطر الحمد لله النهاردة بنتكلم نحن بنبص بقى القدام نحن إيه اللي عايزين نحققه بعد ما تجاوزنا مرحلة الخطر نحن رجعنا تاني على السكة الصحيحة أو المصار السليم نحن كنا منحرفين عن المصار السليم ده وكنا على حفة الهواء بنرجع تاني على الطريق من الأول وجديد على الطريق السليم بنتكلم بقى إزاي إيه اللي عايزين نحققه في الخمس من قدر قبل ما نخش بدوات أنا دايماً بحب أحل المشكلة عشان نقدر نعرف لا ليه أستاذ محمد قال إنه في مصر في 2015 و2016 وما تابعهم أصبنا حالة من الشلل الاقتصادي إيه أسباب الحالة ديت يعني بجانب سقوط الطائرة الروسية والكلام ده كله وإيه اللي ممكن نعمله عشان نتفادى إن ده ممكن يحصل تاني يعني هوفلي إن الكلام ده محصلش تاني فهنجزم نشخص المرض حالة قبل 2016 قبل 2016 إيه اللي حصل اللي وصلنا لهذا المستوى الاقتصادي الضعيف تفضل اللي حصل يا فنم أولاً أنا برحب حضرتك برحب الأستاذ محمد احنا النهاردة لما نيجي نتكلم في في مقابل 2016 وما بعد ثورة يناير 2011 حدث انهيار للدولة من 2011 إلى 2016 أو من 2011 من يناير 2011 إلى يونيو 2011 قطاع السياحة انخفض بنسبة 80% قطاع التشهد والبناء بنسبة 12% قطاع النقل بنسبة 9% احتياط الدولار انخفض من 36 مليار إلى 13 مليار دولار ما نجي نتكلم في خسارة 37 مليار للشركات ما نجي نتكلم في 88 مليار خسارة للبورصة لازم الأول نتكلم في الأزمة احنا كنا فين احنا كنا في أزمة بعد يناير 2011 طبعا الاعتصامات رجال الأعمال اتقبض عليهم طبعا ده كله حدث ان الاستثمار الأجنبي صفر الناتج المحلي الإجمالي سالب بس حدث يعني برضو ملخص لكلام حضرتك قبل 2011 الاقتصاد كانت بصاحة جيدة قبل الثورة ولا برضو كان لسه فيه لا ما أنا هقول لحضرتك وانا برضو عايزة أعرف هو سبب الأساسي هقول لحضرتك شوف يا فهم قبل 2011 كنا نعيش على المسكنات ازاي النهاردة في واحد احنا بنقول له انت عايز تعمل عملية جراحية يحتاج تعمل عملية جراحية لكن هو خايف من تبعات العملية الجراحية فبيقول لا انا عايزة أعيش على المسكنات انا مش عايزة أعمل عملية جراحية فالسياسة القيادة السياسية اللي هي من قبل 2011 كانت تعيش على المسكنات والدنيا ماشية يعني كان ما كفيش الفكر يعني الفكر ما بين القيادة قبله والقيادة الحالية زي أنا يعني شغاله مستقر ومبسوط كده وحد تاني عنده طموح في شغله عايز يكبر عايز يبقى في مستوى أعلى عايز الناس كلها تشوفه بشكل أرقى وهكذا طيب فإذا طبعا اللي حصل طبعا إن قبل 2011 كنا في وضع شبه مستقر ولكن كنا نعيش على المسكنات ومعملناش العملية الجراحية اللي حصل طبعا بعد 2011 حصل انهيار تام انهيار تام أنا عايز أقول لحضرتك إن لو لا الاقتصاد الغير رسمي اللي احنا طبعا المفروض نتخلص عليه الاقتصاد الموازي نتخلص منه خلال فترة اللي جاية ولكن مش مية في المية ما نقدرش ما نقدرش ولا احنا مش مفروض من نباش عايزين نباش عايزين دور احنا مش عايزين بس أنا وجهة نظري الشخصية لازم أسيب شوية بس ما ينفعش إن أنا النهاردة يبقى عندي الاقتصاد الغير رسمي 60% من الناتج المحل الإجمال يا فن احنا بنتكلم في 2 تريليون في الصناعة 1 و 2 من 10 تريليون في التجارة يعني فإذن النهاردة أنا عندي الاقتصاد الغير رسمي شال بس لازم احنا نشتغل عليه طيب خلينا نتكلم في الأزمة الأزمة من 2015 إلى 2016 حصل انهيار للدولة أكبر بكتير من أزمة مصر سنة 1929 حصل إن احنا كنا على هاوية الإفلاس طيب علشان نحل المشكلة القيادة السياسية كانش قدامها أقل العملية الجراحية حتى المسكنات لا تصلح ليه لا تصلح؟ لأن كان فيه سوق موازي بيتكلم في سعر الدولار ضعف السعر اللي موجود في البنك المركزي أخبار حضرتك كنا بنتكلم في إن ما فيش استثمار أجنبي كنا بنتكلم في إن ما فيش سياحة القطاعات كلها منهارة تماما السياسات المالية والنقدية والهيكل الاقتصادي يعني ضعيف جدا وهش فإذا ما فيش قدامك قال لي إنك تعمل العملية الجراحية والتي قامت بها الدولة في يونيو 2016 على ثلاث محاور السياسة المالية السياسة النقدية سياسة الهيكلة الاقتصادية عايزة أسأل بقى أستاذ محمد نجم عن العملية الجراحية هو دكتور محمد دكتور بس في الاقتصاد لا وشرحها بشكل ممتاز هي دي فعلا بالضبط التشريح اللي احنا كنا فيها صحيح تفضل يعني لو تسمح لي إن أنا مش هضيف حاجة زيادة يعني أفضل من اللي قالها الدكتور بس حاجة تبسيط أكتر إن هو الموضوع كان شابه إيه قبل 2011 سؤال حضرتك مهم جدا هو إحنا أصلا قبل في قلبها عشان نبعرفين إحنا فين دلوقتي يعني عشان تعرف تشخص لازم تعرف الهيستري التاريخ وتعرف إحنا في واقف على أنهي أرض دلوقتي عشان تقدر تتطلع للمستقبل تبعارف ونتعلم من أخطأنا ومن أقعش في نفس الأخطأ دي بالضبط كده فأنا هشبهها بحاجة بسيطة جدا إحنا عندنا تلت مراحل وهعمل عليهم تلت تشبيهات أو تلت أمثلة المرحلة الأولى اللي هي قبل 2011 والاقتصاد كان عامل إزاي بعد 2011 لحد 2014 وبعد كده مرحلة السيد الرئيسي السيزي الحالية تلت مراحل دول بشبههم بإيه والإزايز عمال يتكسر قدامي أنا وزن تقيل واقف على ما ينفعش حد يواف على إزايز فأنا طواف على حاجة صلبة أسأنا واقف على إزايز الإزايز أنا شايفه وسمعه بيتكسر بالروحة بيكراك بالضبط كده فهو أنا واقف آه بس عارف الاستقرار للهش ده قبل 2011 كان فيك تصدر هو شاشة فكرة أنت آه الدنيا ماشية زي ما قالت دول الزبط ماشينا على مسكنات بس مسكنات فبالتالي ده ما اسموش استقرار حقيقي دي مش استدامة دي نقطة تكلمنا فيها حتى قبل الهوم ما فيش استدامة طيب بعد 2011 اللوح نفسه تكسر كله بقى الزبط بعد 2014 إيه اللي احنا عملا رمينا اللوح الإزاز فكرة الإزاز دي لغيناها تماما وجبنا اللوح صلب عادي نقص عرضية جديدة عرضية صلب هو ده بقى ده الفرق إنه اللوح إزاز هش وعمال يتكسر وأنا مش واخد بالي أو أنا متعامد إن أنا ما أخدش بالي الأسباب السياسية وأسباب مختلفة لأن يسعنا دلوقتي نحن نكلم فيها كانت مرحلة كانت مرحلة نحن ماشيين على المسكنات بعد كده الإزازة تكسر تماما في 2011 ما بقاش فيه أصدر لكفصاد فكرة لازم نشوف بلاتفورم جديد حاجة جديدة صلبة بقى دلوقتي بنعمل العرضية تكون صلبة هو ده الفرق بس طبعا يعني زي ما دكتور محمد شرح إن هي عملية جراحية فليها الألم وليها يعني بيها تبعياتها إزاي في مشرط بزبط أهمها المواطنين الإصلاح السياسة النقدية كان لابد منها إن أنا أحرر سعر الصرف لازم أحرر سعر الصرف هلتأخرنا في القرار ده شوية يعني تفتكر كنا كانت عمل من قبل يعني من رأيها كنت طبعا طبعا كان المفروض ولكن لم تستطع القيادة السياسية السابقة أو الأسبق اتخاذ هذا القرار لسبب لأن القرار يقضي على الشعبية لأن أي حاجة فيها يعني إصلاح الإصلاح ده في تقشف في ألم في تقشف تقشف ده بيأثر على المواطنين وأي حد بيتكلم يعني بيلعب مع المواطنين بيخاف على مكانه الرئيس ما خافش على شعبيته ما خافش على مكانه لا ده هو خاف على مصر وخاف على أبناء الوطن هو كان فيه حلول تانية كان ممكن تتعمل عيش على القرود مسكنات بر آه مسكنات ولكن طبعا مسكنات من نوع جديد من نوع جديد آه يعني مسكنات الانهيار آه باخد بال حضرتك قال نه مين اللي بيدفع تمن القرود الأجيال القادمة وإحنا أنا عايزة أسأل بقى القرود ما ليش هستأذيني أنا أحابب أن أنا يعني إيه يعني أخد نص الإجابة من هنا ونص الإجابة من هنا لأنه بقى بقى مستمتع جدا يعني بقى معي ضيوف شباب فالفكر بقى حاضر والتطلع موجود دلوقتي فيه ناس بتنتقد حتة القرود والبنك الدولي والكلام ده كله بيقول إحنا بلد ما بتنتجش قوي فإحنا حطينا نفسنا في ريسك شوية إن إحنا خدنا هذا القرار أنت عاقيب حديثي هقول لحديثي موضوع بسيط جدا هنقص على مستوى الفرد عشان نبسط الأمور ومنقولش كلام يعني معقد للنسبة للناس حديثي بشوف الإعلانات شركة عقارية تيجي تقولك إيه على المحور وعلى الدائلة بتقولك مثلا هتعالى هتشتري الشقة دي أو العقار ده وهتأجر هالك إحنا هنأجر هالك ومن الإيجار هتدفع قصة الشقة يعني بمعنى إيه أنت هتروح للبنك هتاخد كارد أنت فرد أهو أنا بقى إيسا عمشور فرد تاخد كارد الكارد ده وهتشري بيه حاجة الحاجة دي هتجيب لك عائد من العائد ده هتسدد قصة الكارد يبقى ده اسمه إيه كارد استثماري استثماري هل ده كنا بنعمله قبل كده لما كنا بنتكلم على لوحة الإزاز اللي فيه كراكينج ده لا بكادش بيحصل إحنا كنا بنجيب كروت عشان نحافظ على الأجور أجور القطاع العام ونزودها عشان نعين ناس جديدة في القطاع العام بنرشي الناس أنا آسف في اللفظ هي دي اسمها في الاقتصاد رشوة اجتماعية ده رقم اتنين رقم تلاتة الدعم الدعم اللي هو دعم أعمى إحنا كنا بندعم كله بنزين 95 بندعم الأقمالية آه كان غريبة جدا يعني العربيات اللي هي باثنين وثانية مليون جنيه بتحط نفس البنزين اللي بتحطه العربية باثنين وثانية تلاتين ألف جنيه بالضبط كده وكله مدعوم بدون أي تمييز مين المفروض يدعم ومين لا يدعم من الأصل المفروض ان احنا ناخد منه وندي الناس تانية ما كانش فيه كده فاحنا كنا بنصرف على حاجات كلها استهلاكية بنسميها المصريف الجارية لكن هل ده كان فيه مشاريع؟ أنا لو سألت حضرتك أو سألت أي حد في الشارع امتى آخر مشروع قومي كبير تتذكره في فترة ما قبل 2011 هيقولك مش فاكر مين؟ ايه فيه؟ تشكة سنة 91 ده آخر حاجة متر الأنفاء في التمانينات ده آخر حاجة احنا فاكرينها يعني عمره محد هيفتكل أصلا ما كانش فيه قروض لمشاريع استثمارية النهاردة احنا منكلم فيه تغير السياسة نفسها السياسة الاقتصادية بقيت بتركز على الاستثمار فسواء الانفاق ده على المشاريع جاي من الموازنة العامة ولا جاي من كروض في كل الأحوال هو رايح ناحية المشاريع وبالتالي من عائدها ده هنا من فرق ما بينه هو القرد ده أمان ولا خطر من هو ده ستستخدمته في إيه فعشان كده ادربت المثال بانت لو مواطن عادي راح خد قرد لو انت خدت القرد عشان تصرف على أكل وشرب أو حاجة استهلاكية قرد خطير كده لكن لو بتروح تعمل مشروع ده موضوع تاني طيب أنا محتاجة أطلع فاصل قصير ونرجع مع تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليق دكتور محمد على التصريح أعزائي المشاهدين نراكم بعد الفاصل ورجعنا لكم وحلقتنا النهاردة عن الاقتصاد والاقتصاد المصري ونموه وتحليل لما يحدث على الساحة الاقتصادية المصرية وقبل ما نخرج الفاصل قلنا كان فيه تصريح على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشوفه على الشاشة ودكتور محمد صبري هيعلقنا على التصريح دو هو التصريح بيقول السيسي عن اليوم السابع السيسي في كلماته بمؤتمر الحزام والطريق طفرة صاعدة لمؤشرات الاقتصاد المصري حضرتك يا دكتور محمد علق لنا عن الطفرة ديت وليه الرئيس ذكر في هذا المؤتمر تحديدا عن هذه الطفرة طبعا لازم نقول طفرة لأن أولا قبل ما أتكلم عن المؤشرات أنا بتكلم عن العالم الخارجي أحنا مش لوحدنا العالم الخارجي بيقول عننا إيه لما صحيفة The Economist البريطانية تتكلم عن مصر وعن معدل النمو الاقتصادي اللي هم قبل كده برضو كانوا بيهجمونا في وقت من الأوقات ونزلوا أخبار أخبار أن الاقتصاد المصري في انهيار في 2014 أو 2015 بالضبط ومجلة The Economist هي لتقول أن مصر الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2019 ويليها بخمسة وستة ومعشرة يليها الصين مصر الثالث الصين أولا ويليها الهند ثم مصر في معدل النمو الاقتصادي لما نجي نتكلم في البنك الإعماري الأوروبي يشيد بمصر البنك الدولي يشيد بمصر يعني العالم كله النهاردة بيشيد بمصر تمام الأمم المتحدة النهاردة لما تقول أن مؤشرات الاقتصاد المصرية في تقدم ملحوظ وأن مصر استعادت مكانتها الاستراتيجية في المنطقة لما النهاردة نبقى إحنا رقم واحد في معدل النمو الاقتصادي على الشرق الأوسط وهو عندنا خبر من الوطن بيقول البنك الأوروبي لعادة الأعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة خمسة وتسعة من عشرة في المية بالزبط بالزبط طبعا ده هيكون في الربع الثاني اللي هو نهاية 2019 المتوقع في 2019-2020 اللي هو الربع الثاني من 2020 هنوصل لستة فاصل واحد زيادة في معدل النمو الاقتصادي الطفرة حصلت بالتأكيد المؤشرات التضخم قبل أو بعد التعويم مباشرة كان 33% النهاردة إحنا وصلنا بالتضخم إلى 7.8% فإذا إحنا النهاردة طبعا هنعايز أتكلم طيب على المؤشرات وبعد كده أشرح كل مؤشر لأن الناس هنبتسمع مؤشرات ما بتبقاش مستوعبة يعني إيه مؤشر نيجي نتكلم النهاردة في معدل النمو الاقتصادي معدل النمو الاقتصادي في تصاعد من 4.2 من عشرة إلى إحنا النهاردة في 2019 وصلنا إلى 5.9 من عشرة لما نيجي نتكلم في عجز الموازنة بنتكلم في كنا عجز 14.8 من عشرة أصبحنا 12.7 من عشرة أما نيجي نتكلم في البطالة كان البطالة 14.2 من عشرة النهاردة البطالة 9.5 من عشرة الدين العام الدين الداخلي والخارجي كان 108% من الناتج المحلي الإجمالي النهاردة إحنا بنتكلم في الدين العام في حدود 88% من الناتج المحلي الإجمالي إذن إحنا المؤشرات عندنا في تصاعد وفي طفرة قوية جدا الطفرة أنا بحسبها في أننا دايما ماشي الفوق أنا ما بنزلش لتحت أنا بصعد في كل القطاعات وبالتالي بتؤدي إلى زيادة في كل المؤشرات طيب أنا عايز أشرح النهاردة لازم الناس تفهم يعني إيه التضخم بينخفض وليه التضخم بينخفض التضخم بينخفض نتيجة إحنا عملنا سياسات نقدية لما حررنا العملة رفعنا رفعنا 700 نقطة على سعر الفايدة البنكية طبعا كان لازم أن إحنا نسيطر على السوق نلم الفلوس من السوق علشان ما يحصلش تضخم أكبر والعملة تنهار تماما حملنا سياسات مالية في طبعا استحداث ضريبة القيمة المضافة والضرائب بالنسبة للبنزين والكهرابة والخلاف وعملنا برامج حماية اجتماعية على أساس أن التضخم اللي حصل في البداية ما يأثرش على الناس طبعا ده حصل عن طريق طبعا أن التموين السلحة التموينية كان زادت من 35 مليار إلى 88 مليار التأمين الصحي زاد من مليار إلى 9 مليار برنامج تكافل وكرامة زاد من 7 مليار إلى 18 مليار يبقى احنا عملنا برامج حماية اجتماعية علشان نحمل الناس من أسار التضخم وبتدينا نشتغل بتدينا نشتغل على أن احنا نستكتب استثمار أجنبي ابتدينا كمان في حاجات مهمة جدا في معدل النمو أو مؤشرات الاقتصاد أنها تزيد أنا برضو عايز أوضحها للناس في بعض الانتقادات اسمح لي أن أنا لازم أقولها لأنها هامة جدا في كثير من الناس بيمتقد مؤتمرات الشباب ومؤتمر شباب العالم منتدى شباب العالم وبيقولوا أن ده يعني مضيعة لأموال الشعب ولكن أنا عايز أقول لحضرتك أن المؤتمرات دي هي عامل رئيسي في الطفرة الاقتصادية اللي احنا شغالين عليها ليه؟ احنا النهاردة المؤتمرات دي احنا بنرسل رسالة طمأنة للدول الصديقة عن وجود استقرار في الشأن المصري في داخل الشأن المصري احنا بنستقطب المستثمرين من الدول الصديقة أن هم يجوا يشتغلوا عندنا في مصر وكمان بنحافظ على المستثمرين المصريين والأجانب في الداخل أن هم ما يخرجوش بأموالهم من مصر ويتوسعوا في استثماراتهم داخل مصر بنتكلم كمان في السياح النهاردة احنا بنبعد رسالة طمأنة للدول إن السياحة تشتغل ده رسالة مباشرة جدا طبعا 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 فده طبعا مؤسر جدا وكمان تستطيف سبع تلاف واحد في مؤتمر وانتدى كبير من شباب العالم في كل حتة في العالم وبعدين كمان مدينة السلام دي حاجة كبيرة بالزبط وبعدين أنا كمان ببس الطمأنة لأجهزة الدولة ببس الطمأنة للمواطنين إذن المؤتمرات دي هدفة جدا في إن أنا أحقق كمان استقرار وبالتالي أقدر اشتغل على معدلات يعني الاقتصاد بيتأثر بشكل طردي لما يحدث على طبعا يا فندم تصريح واحد ممكن يخرج استثمارات أجنبية بمبالغ طائلة حضرتك ممكن مثلا يخرج شخص يقول كلمة في إعلام البورصة تخسر وزي ما بتشوف أمريكا يعني ترامب لما بيقول رئيس الأمريكي سعاد بتويت بالبورصة بتتأثر بالتويتات بتاع بالضبط فما بالحضرتك بقى بأحداث ممكن من شأنها إنها تعصف بالدولة فإحنا تغلبنا على أزمات يعني أنا بقول لحضرتك هي الأزمة الأكبر التي لم تحدث في تاريخ مصر وقدرنا نتغلب عليها إذن دي دي مش مجرد طفرة ده إحنا عملنا إنجاز يتحدث عنه العالم نشوف تصريح تاني عن الاقتصاد المصري ونشوف أستاذ محمد النجم يعلق لنا عليه سيسي عن الإصلاح الاقتصادي ما تنسوش إحنا كنا فين إحنا كنا في دولة على وشك الضياع تعليقك طبعا يعني وده اللي الناس برضو محتاجة تفهمه يعني الناس ما تعتقدش إن إحنا منطلقين إن إحنا بدئين من وضع طبيعي لا الوضع كانش طبيعي ولازم كل شوية نفكر الناس ووضع كانش طبيعي إزاي ده نفكروا من كان الشرطة سقطت في ذلك الوقت وإن كان فيه لجان شعبية بتوقفنا وبتثبت الناس في الشوارع كان فيه جرايم كان فيه هجومة حصل على السجون المصرية فيه اختراق للحدود حصلت من ناحية الشرق والغرب كان عندنا المؤسسات كلها وقعت مؤسسات الدستورية مجلس النواب الرئاسة مجلس الوزراء كان كل 2 و 5 وكل جمعة عندنا مليونية كان كل حد أي 2-3 أفراد عندهم مطالب ينزلوا ويوقفوا الشوارع كان عندنا مشاكل كتيرة جدا ده مش مناخ أبدا تعمل فيه الشركات أو يدخل فيه مستثمر سواء محلي أو أجنبي المستثمر المحلي نفسه المصري كان فقط الثقة في الاقتصاد قبل الأجنبي فما بالك للأجنبي إذا كانوا يدي البلد مش واسقين في اقتصادهم وبالتالي لازم تقول للوقت إن احنا نفتكر إن احنا إيه اللي حصل وإن احنا طلعين من ظروف كانت صعبة جدا 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 وزي ما شرح الدكتور إنه الأرقام اللي قالها في السياحة في القطاعات النقل والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والتجارة التجزئة والجملة كل القطاعات أصابها التدهور والكماش كبير جدا فعلا مصر لم تأدخل في أزمة اقتصادية منذ صح زي ما قال الدكتور من عشرينيات القرن الماضي بهذه الحدة وهذه الصعوبة أزمة صعبة جدا وبالتالي كلام السيد الرئيس في مؤتمر الشباب عن الوضع اللي احنا كنا فيه ده مهم جدا عشان الناس ما يكونش عندها أمال وطموحات أكتر من قدراتنا إنه إحنا أصلا مجرد بس إنه إحنا وقفنا نزيف ده إنجاز في حد ذاته إنه إحنا بس وقفنا الانهيار بالضبط كده وقفنا الانهيار وإن الدولة رجعت بتشتغل بكفاءة كاملة زي ما قبل 2011 ده إنجاز في حد ذاته طموحاتنا الأكبر من كده دي مع الوقت هتحتاج وقت كتير هتحتاج وقت إن إحنا عددنا كبير هتحتاج وقت قد الناس بتسأل طب دكتور محمد المواطن اللي في الشارع إمتى يحس بالاختلاف إمتى يحس إنه الدنيا استخرت بالنسبة سؤال جميل أولا أنا عايز قبل ما أجوب على السؤال ده أنا عايز أتكلم في النهاردة الدولة عملت إيه تمام الدولة النهاردة لما حققت لما عملنا الإصلاح الاقتصادي تمام كان هدفنا إن إحنا الأول نوصل بمصر إلى استقرار وزيادة في مؤشرات الأداء تدريجية استقرار على المستوى السياسي يؤدي إلى استقرار اقتصادي وتقدم اقتصادي أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا وهو السؤال ده بس أنا عايز أشرحه بشكل آخر إن المواطن النهاردة بيقول أنا إمتى هشعر بتحسن معيشي في خلط أسمح لي أن أنا وضح فضل الأمر ده إن النهاردة المواطن لما بيسمع في الإعلام إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع والدولة بيتشيد وبيقول والله الأسعار زي ما هي تعملين تقوله فيه تضخم بيقل بس الأسعار زي ما هي مال إيه بقى فطبعا بيصيبوا إحباط أو بيشعر إن الأرقام غير حقيقية أو طيب أنا النهاردة إيه هو معدل النمو الاقتصادي وإيه هو المؤشر وإيه هو إيه هي تنمية الاقتصادية ولازم يفهم النهاردة لما نيجي نتكلم في زيادة معدل زيادة معدل النمو الاقتصادي يا فندم ده قياس إنتاجية مالهوش علاقة بالأسعار لما نيجي النهاردة بنخفض تضخم إحنا يا فندم بنحافظ على استقرار الأسعار من الزيادة إمتى الأسعار هتبتدي طبعا إحنا مهما طبعا بنوصل في مؤشرات الأداء لفوق إحنا بنسد في عجز علشان نحافظ على مقدرات للأجيال القادمة إن شاء الله مع الوقت طيب النهاردة لما نيجي نتكلم في الحصاد أنا النهاردة عندي معدل النمو ده ربع سنوي نصف سنوي سنوي مؤشر طيب مؤشر التنمية الاقتصادية بقى هو ده اللي بيشتغل على تحسين معيشة المواطين التنمية الاقتصادية وليس النمو الاقتصادي يعني تحسين معيشة المواطنين تكافؤ الفرص العدالة الاجتماعية وهكذا طيب التنمية الاقتصادية ده مؤشر طويل الأجل عبارة عن خطة استراتيجية طويلة الأجل تبدأ من خمس سنوات إلى خمسين سنة في بعض الدول إحنا اشتغلنا عليها في مصر على خمستاشر سنة خطة خمسية الأولى اللي هي من 2015 إلى 2020 إن شاء الله إحنا مقبلين على الانتهاء منها وبعد كده في عندنا الخطة الخمسية التانية والتالتة هل أنا النهاردة يا فندم أقدر أحكم على النهاردة حضرتك بتقولي أنا بعمل خطة مدتها ثلاث أيام تجي حضرتك تحكم علي وعلى أدائي من أول يوم أنا لسه أنا لسه يا فندم لسه حضرتك على الأقل استنى لما نخش في الخطة الخمسية التانية تمام وحتى ننتهي منها وبعدين خلاص إحنا يعني بفضل لنا التالتة أكلمني بقى وقول لي إحنا خلاص خلصنا التلتين نعم إحنا النهاردة في الأولى عملنا طفرة قوية جدا في الأولى إن إحنا قدرنا نطلع نخرج من أزمة هي الأسوأ في تاريخ مصر في القرن وتزمنت برضه مع أزمة عالمية يعني من حظنا الوحش كمان إنها تزمنت مع أزمة اقتصادية عالمية بالزبط بالزبط مش كده يعني 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 إحنا إحنا الأزمة كانت في مصر لظروفنا السياسية في الفترة الثورات والحاجات التانية وتزمنت مع أزمة عالمية يعني بالزبط الحرب التجارية بين الصين أنا أسف على الموضوع يعني أنا أضيف برضه الكلام للدكتور محمد إنه برضه إن إحنا فعن الظروف العالمية صعبة جدا جدا حرب التجارية بين أمريكا والصين حرب بين أمريكا وأوروبا الاتحاد الأوروبي البركسيت الاشتعال الاحتجاجات في المنطقة اللي إحنا فيها حروب شرسة يعني بالزبط كده حروب مفاش طلقة رصاص لكن هي أقصى بكتير وأصعب بكتير من طلقات الرصاص ودانات المدافع فبالتالي حروب الحروب الاقتصادية إحنا ظرفنا فعلا هي أحظنا سيء فعلا إحنا الأزمة اللي إحنا مرينا بها ترافقت مع أزمة عالمية صعبة جدا وتباطئ يكتاح العالم كله طيب إحنا ناخد فاصل تاني ونرجع لبعض التصريحات ونشوف نحللها برضو أعزائي المشاهدين نرككم بعد الفاصل ومعنا دكتور محمد صبري وأستاذ محمد نجم في حلقة الاقتصاد ومكملين مع بعض التصريحات عن الاقتصاد المصري واللي نقلتها الجرائد المحلية والعالمية نشوف تصريح ثالث وإحنا زي مكملين مع حضراتكم حاجات دي بتعكس ما يحدث في مصر احنا اتفضل يا أستاذ محمد دي إشهادات من عدد من المؤسسات العالمية بخصوص الاقتصاد المصري جزء رئيسي منها كان مجالة الإلكونوميست وكالة بلومبرج بنك مورجانستانلي جولدبان ساكس مؤسسات كتير جدا بتشيد بأداء الاقتصاد المصري بس إحنا لو جينا حتى نشوف الإشهادات دي ونربطها بالظروف العالمية فيه نقطة مهمة جدا أستاذنك ننا أقولها إنه عدد كبير من الناس أو يمكن كل الناس معتقدة إن الحكومة كلية الكدرة أو خارقة الكدرة أو إنها لديها إمكانيات كبيرة جدا سوبرمان لكن هي مش عايزة تستخدمها أو إن هي إيه إن الحكومة تقدر ترفع مرتبات بس هي عايزة تضايق لازم نضايق الشعب إحنا نصح الصبح النهاردة لا إحنا عايزين نضايق الناس يعني أو إن الحكومة قادرة بس مش عايزة الوضع مش كده خالص بما إن إحنا نتكلم عن الرؤية العالمية فلازم نتكلم عن الظروف بالظلط وبما إن إحنا حتى نتكلم في في برنامج يعني اسم النبض الأمريكي أمريكا ذات نفسها أعظم اقتصاد في العالم أعظم اقتصاد في العالم الأيام اللي إحنا فيها دي والشهور الأخيرة داخلين في صراع تجاري مع الصين ليه؟ لإنه الأمور خارجة عن سيطرتهم أمريكا الصين بحجم بحجم اقتصادها أنا مش قادرة على الهجوم الصيني الهجوم السلع والوضائع الصينية عليها بقى أكبر بكتير وبفيقى عجز كبير جداً ما بين أمريكا والصين المارد الصيني بالظبط كده فبتخيل أمريكا فأنت بتكلم عن مصر دي نقطة مهمة جداً مصر كدولة ومش بس مصر كل دول العالم بتتأثر بحاجات خارج عن إلاليتها زي إيه؟ التوترات اللي بتحصل على مثلاً سعر برميل النفط إحنا دورة بنستورد مثلاً النفط من بر بنستورد تلت احتياجاتنا هنتقصر بسعر برميل النفط وده سعر عالمي نتحكم فيه الدول المنتجة للنفط ده ما نقدرش نسيطر عليه الموجة اللي احتجاجات اللي اندلعت في المنطقة والعالم كله من أول تشيري لحد هونج كونج مروراً بالمنطقة العربية بتاعتنا لبنان مؤخراً وتونس والجزائر والسودان وغير الوضع في ليبيا طبعاً والعلاق كمان الموجة دي والسودان فإحنا دائرة من الجحيم حوالينا دائرة حرفياً إحنا واحة مستقرة زي كده تخيل كده واحة وسط نار هذا الوضع اللي مصر فيه من كل الاتجاهات فيه مشاكل ده ما كانش موجود قبل 2011 الوضع كان مستقرة جداً وكانت الحكومات مستقرة كان فيه دول وطنية وجيوش متماسكة دول مؤسسات قبل 2011 لكن النهاردة الظروف صعبة جداً عندنا كمان محدد آخر وده تكلمنا فيه موجة تباطؤ الاقتصادي العالمي الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض في السنتين الأخيرتين 24% كل المستثمرين العالميين النهاردة في ظل التوترات دي كلها بيحجموا عن الاستثمار فبالتالي في الظروف خارجة عن إرادة الدولة مش بس مصر خارجة عن إرادة كل الدول وفيه إن الحكومة دائماً مش كلية القدرة وده مفهوم لو الناس وصل لها المفهوم ده هتنزل بسقفة محطها شوية إلا السقف عقليني أكتر دكتور محمد كنت حضرتك بتكلمنا عن مبادرة وبعض النقط اللي عايز أتكلم فيها بالضبط أنا عايز أتكلم عن أولاً أنا عايز أتكلم عن دور الإعلام في بناء الوطن من حيث إن الاقتصاد أي حد متحدث في الاقتصاد هو شيء صعب شوية المؤشرات مش كل الناس تفهمها ولكن بس الخاصين بالاقتصاد هم اللي فاهمينها طيب أنا عايز أخاطب النهاردة المئة مليون مصري أنا عايز أخاطب الجراح والمدرس والعامل في شركة وهكذا أنا عايز أخاطب كل فئات المجتمع فأنا النهاردة لما أجأ أقول مؤشر كذا ارتفع من كذا لكذا وأقعد أخذ يعني كإعلامي سواء أنا وأستضيف حد ونقعد نتكلم عن مؤشرات لو اتكلمنا من هنا لحد ما لا نهاية والمواطن ما اقتنعش باللي حضرتك تقوله وصلت حاجة لأن الحاجة بتركز على دور الإعلام أبرز آه يا فنم طبعا خلما الجارح خلي بالله أبرز حجتك لأ أنا فنم أنا أقصد إيه خلما عارف أبرز حجتك طبعا الإعلام دي دور قوي جدا جدا آه تنال الشرف طبعا لازم تبرز حجتك ما تجيش تقولي مجرد أرقام واللي قاعد قدامك يميل أو مش فاهم أو ما يصدقكش لازم أبرز آه لازم أتكلم نهاردة يعني أنا نهاردة ما تكلم عن حجز الموازنة لازم أقوله أنا الموازنة عندي مشكلة في بنود زي الدعم والأجور وده السبب اللي خلاني النهاردة أشرك المواطن آه بالضبط يا فندم يعني عندي 80% بتروح في مصرفات زي كده آه الـ 20% البقية المفروض أن أنا أشتغل بيها تعليم وصحة ووي 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 وعمل لك فصول مدرسية عشان تكدس الطلاب وصحة جيدة طب إزاي فندم فبضطر أن أنا النهاردة أقترد فيحصل عندي حجز طيب أنا النهاردة بشتغل على برامج إصلاحية فإذا النهاردة أنا لازم أشرح للمواطن أن أنا عندي القطة الخمسية الأولى أنا كنت في أزمة أكاد أشك على الإفلاس وقدرت أن أنا أخرج منها ده مش كفاية ده مش كفاية يعني حضرتك حضرتك النهاردة بتخطيبني عايزني في خمس سنين أخرج من أزمة كادة تصل بها إلى الإفلاس ووصل وعايزني كمان أبقى يعني وتقدم وبقى مثلا زي أوروبا يعني مش ممكن يعني مش ممكن مستحيل سهل في التموحات زي ما قاله سهل محمد سهل في التموحات تعالي فلننتظر الخطة الخمسية الثانية أنا عايز أطلق حملة أرجو أن الدولة تتبنيها لأنها أهم جدا واسمح لي أن أنا أشرح النهاردة يا فندم أولا الدولة إحنا عندنا الصناعة هي قاطرات التنمية الصناعة أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي الصناعة هي صناعة الأمل ولا أمل لمصرنا بدون اقتصاد ولا أمل الاقتصاد بدون الصناعة علشان نبقى كده واضحين مع بعض طيب أنا فندم النهاردة الدولة عملت خطة هيلة جدا وقدمت جهود قوية جدا خليني أطرحها كده يعني بسرعة النهاردة الدولة قضت على البيروقراتية في الصناعة بحيث أن كان الأول الترخيص بتاخد 634 يوم في حدود السنتين الآن تقلصت إلى أسبوع للصناعات الخفيفة و30 يوم للصناعات السقيلة أطلقت الدولة برنامج تفضيل الصناعة المحلية برنامج أو قانون خاص بالعقود الحكومية بمنتج المحلي إلزام العقود الحكومية بـ 40% مكون محلي قالت الشركات أو المصانع اللي كانت متعسرة من عسرتها كان في حدود 133 مصنع ضخم جدا خاصة عندهم مشاكل قدرت الدولة أنها تتغلب على المشاكل دي وعملوا برامج وقائية حتى الدولة كمان تحملت خسائر مصانع علشان المصانع دي ترجع تشتغل تاني إذن أطلقت الخريطة الاستثمارية الأول مرة في مصر أن أي نهارد مواطن يقدر يتعرف كل الكلام ده جميل ولكن أنا عايز أسأل سؤال واضح جدا النهاردة إحنا طبعا من عوامل اللي إحنا نتقدم بالاقتصاد أن إحنا بنخفض في أسعار الفائدة إحنا ليه بنخفض في أسعار الفائدة؟ علشان تكلفة الاقتراض آه يعني النهاردة تكلفة الاقتراض اللي بياخد قارد النهاردة بتقل عنه فيشتغل يبقى في استثمار أكبر وهكذا وكمان الناس اللي بتكتنز الفلوس وبتعتمد على الريع تضلع وتروح تشتغل ولكن النهاردة المواطنين اللي هو النهاردة مش عارف يعمل إيه خضرتك النهاردة بتعمل حملة قومية بإعلان على التلفزيون لا يا فندم أنا بأطلق من خلال البرنامج هنا الحملة القومية لتشجيع الصناعة وتفضيل المنتج المصري يعني إيه أنا عايز حملة قومية زي حملة فيروسي تنطلق في جميع ربوع مصر كل حي وكل مكان يبقى فيه زي فيروسي كده طرابيزة في الشارع وفيه عشر خمستاشر شخص مسؤولين يجيبوا الناس ويبتدوا إحنا النهاردة منعنا حوالي 162 سلعة من الاستيراد علشان نشتغل عليهم في الصناعة الوطنية محلية نشوف نشغلهم من جوه زي فإذن النهاردة يا فندم أنا بعمل الكلام ده المواطن ما عايز يشتغل بس مش عارف يعمل إيه لا أنا أجيبه من إيده وأعمل حملة قومية على مستوى مصر واجيب المواطنين دول وأشرح لهم إحنا عندنا في صناعات نقدر نعمل فيها كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة وجمع مثلا 200-300 واحد مهتمة على مستوى الجمهورية واخدهم من إيديهم ووصلهم يعملوا إيه بالزبط إذن أنا النهاردة هقدر أشغل المدن الصناعية والمجمعات الصناعية وطور كمان الحرف اليدوية في المنازل يبقى إذن النهاردة هو ده أمل مصر الاستدامة قائمة على الصناعة فدي صناعة الأمل حاجة تانية اسمح لنا أتكلم فيها بعد طيب أخليه بعد إذنك يا عقب على دوته أستاذ محمد وبعد كده لنين يبحث طبعا يعني مبادرة ممتازة فكرة ممتازة طبعا يعني أنه هي هي أشبه بحاضنة أن الدكتور يوصد أنه لو لا تعمل حاضنة حاضنة أعمال أنها يدخل الناس فيها زي ما بيقول يعني ناخدهم من إيديهم ندخلهم الحاضنة دي نعلمهم بقى إزاي بيزنس إزاي يعمل درس الجدوى إنت معاك فلوس ولا معاكش طبعا تاخد كارد طبعا إيه الضمانات اللي معاك عندك عكار تضمان وعندك عربية إيه فكرتك ماشي جيني لحد عندي أنا روح أجيبه صحيح إيه خبراتك إنت مثلا بتفهم في البلاستيك اشتغلت ولا بتشغل محاسب ولا أنت عندك أرض ولا إيه بزبط إيه محاراتك بزبط إيه تفيدنا إزاي في الإطار الخطة تحرك المايا الراجدة بالزبط إحنا عندنا ألاف المنتجات يعني اللي نستوردها من الخارج إحنا كل يوم في اليوم الواحد نستورد نصفين بتلاتين مليون دولار في اليوم الواحد في السنة تلاتاشر فتخيل كل يوم نستورد نصفين حاجات أعتقد جزء كبير منها ممكن نسمعه هنا بالزبط الحاجة التانية يا دكتور طبعا ده أضيف طبعا خصوصا أن إحنا بنستهدف أن قطاع الصناعة يساهم في النتج المحلي الإجمالي بزيادة 3% وتصاعد من 18% إلى 21% أنا بأمل أكتر من كده من قطاع الصناعة مساهمة في النتج المحلي الإجمالي وبأمل أن النتج المحلي الإجمالي أنا بأقول والله من هنا أن إحنا لو قدرنا نشتغل على الصناعة مصر ستصبح دولة من دول العالم الأول لأنها الاستدامة قائمة على الصناعة أي قطاع ممكن يتوقف السياحة ممكن تتوقف العقارات أي قطاع الصناعة مستمرة الصناعة لو حصل أزمة عالمية هي اللي هتشيل البلد هي اللي هتشيل المواطنين لكن أي قطاع ممكن ينهار النهاردة لما حضرتك تحصل أزمة عالمية هتستورد إزاي لو أنت شريخي على الاستيراد لازم تكون تشتغل سانيا برضو فكرة نقطة مهمة جدا 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 والرد كمان على المواطنين النهاردة اللي بيسألوا إمتى السلعة هتنخفض لما نوطن الصناعة المحلية السلعة هتنخفض الحاجة اللي حضرتك بتروح تشتريها علبة المربقة مثلا اللي بتروح تجيبها بـ 30-35 جنيه حضرتك هتروح تشتريها بـ 6-7 جنيه 10 جنيه إذن النهاردة الصناعات الغذائية على الأقل اللي دي لو اشتغلنا عليها وطورناها بشكل كبير جدا الأسعار هتنخفض بشكل ونحافظ على الفلوس تلف بـ rotating جوه البلد طبعا بتطلع وبترجع تاني ونصدر ونصدر ده شيء مهم جدا حاجة كمان أنا عايزة أتكلم فيها وانا بشكر طبعا الدولة في جهودها على هذا الأمر حاجة الأخيرة اللي أنا عايزة أتكلم فيها عن دور الإعلام احنا عندنا مشروعات قومية في أكتر من 60 مشروع قومي ضخم جدا قام بهم الرئيس ودول بيأثروا بشكل مباشر على التنمية البنية التحتية وانا المستثمر هيجي ليه إذا ما فيش بنية تحتية المستثمر النهاردة لو خد أرض غير مرفقة هيبن عليها لو خد أرض وما فيش نور ما فيش كشفات نور هيروحوا ييجي إزاي لو ما فيش مية يعني النهاردة لما نيجي نتكلم في أن البنية التحتية مهمة جدا أنا النهاردة عايز أقول أن في أزمات نشأت بسبب دور الإعلام يعني إيه يعني النهاردة مثلا أزمة القصور الرئاسية أنا عايز أسترس عليها وأقول أن الزيس لما أتكلم فيها طلعوا الناس يقولوا القصور الرئاسية والقصور الرئاسية يعني دور الإعلاميين بقى ودور الإعلام بقى أنه هو يبقى ده دور الإعلام في العالم كله أنت مبتتحيس أنت بتتكلم أنا عايز أقول لي يا فندم أنا عايز أقول لي يا فندم أنا عايز أقول أن لازم كل مشروع قومي يتعمل له حلقة باسمه على التلفزيون يتبنى الإعلام المصري هو الحياة ما هو يعني حدرك بتلاحظ لما الرئاس بيفتتح المشروعات بتبقى يعني مزاعة متلفزة بشكل كبير والرئيس بنفسه بينحش المشروعات مع منفزيهم من سواء من الجيش أو من أنا يا فندم عندي النهاردة العاصمة الإدارية الجديدة هل داخل في كل تكلفها في الموازنة العامة للدولة داخل فيها جنيه لا إذن تكلفت القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة طيب دخلف في موازنة الدولة لا إذن النهاردة لما ديجي حضرك تكلمني عن أنا بس عشان أنا أسف عشان دوقت أزف عجالة يعني في عجالة 30 سنين في عجالة نهاردة أزمة القصر الرئاسية أنا نهاردة لو ما بنيتش القصر الرئاسي في هذا المكان أنا سعر المتر اللي كنت ببيعه النهاردة مثلا بـ 40.50 كنت ببيعه بعشرة إذن قصر الرئاسي ده لو حتى موجود لو حتى لم يسكن لابد من وجوده لأننا برفع السعر ثانيا التكاليف بيتحملها المستثمرين إذن نهاردة دور أنا بتكلم النهاردة في دور هام جدا في إن إحنا نبسط الأمور وفي إن إحنا نعرض المشروعات القومية وأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية وبعدين أتكلم كمان على إمتى الحصاد وإمتى المواطن يقدر تتحسن معيشته ويشعر بذلك متشكي جدا دكتور محمد تعليقه خيره سيد محمد طبعا بأكد على الكامل اللي قاله الدكتور إنه فعلا لو ما عندناش قصور إذن إزاي يتبقى عاصمة ما فيهاش قصور رئاسية وإنه ده رقم واحد رقم اثنين إنه كل تكلفة كل حاجة في العاصمة شاملة من الكصور والحي الحكومي والحي المال والأعمال كلها من أرباح بيع الأراضي للمطورين العقاريين يعني لم تكلف خزانة الدولة ملنم واحد وبالتالي صح الأمور دي محتاجين نحن نشدد على نشرها أكتر نننشورها أكتر نقولها للناس نشرحها أكتر بمساطة للناس عشان جزء رئيسي من الحالة الاقتصادية للدولة هو أن نحن نحافظ على الاستقرار نحاول نحافظ على حالة الرضا الشعبي والاستقرار للدولة استقرار الناس لأن الناس لو لا قدر الله اتحركت زي ما حصل في يناير 2011 بسبب أن هي فهم أمور كتير خاطئة محدش فهمها لها الاقتصاد كلها هيقع وإحنا مش هلين نوصل للمحالة طبعا يا فندي ما حيب أريد في حاجة أنا لا أعني تماما قصور من الإعلام ولكن أنا أعني أن المأمول للدولة المصرية كبير جدا ويحتاج إلى أفكار إبداعية نقدر نوصل بها لكل المواطنين علشان يفهم البلد فيه موافق مع حضرتك تماما أشكركم أستاذ محمد نجم دكتور محمد صبري التشريفي في البرنامج عزيزي المشاهدين يعني كانت حلقة دسمة من الاقتصاد لأن الاقتصاد دوا دايما امتبع حلقاته تقيلة وقوية لكن ملفه مهم جدا والحقيقة موضوع الساعة أشكركم وتصبحوا على خير